تزوج رجل صالح بزوجة صالحة كان رغم فقرهما يراقبان الله في كل دقيقة ويعمل كل منهما على قدر استطاعته لإرضاء خالقهما ويدعوانه في كل لحظة وفي كل صلاة وفي كل سجدة أن يرضى عنهما بعد عام من الزواج رزق الزوجان بطفلة جميلة وبعد أربع سنوات رزق بطفل جميل أيضا وأثناء صلاة الأب داخل المسجد توفي وهو ساجد وبعده بشهر قليلة توفيت الأم على مصلاها أيضا وتركت طفلتها التي تبلغ من العمر خمسة أعوام وطفلها الذي لم يكمل عامه الأول في رعاية الله وحده أخذ العم شقيق الوالد الطفلين ليشرف على تربيتهما ورعايتهما حيث أن الطفلين لم يكن لديهما قريب غيره ولكن زوجة العم لم تتحمل عبء الرعاية والتربية والمسؤولية وطلبت من زوجها الطلاق أو إبعاد أبناء أخيه عنها وعن أبنائها فوقف الزوج في حيرة من أمره ولم يستطع إقناع زوجته بالعدول عن طلبها ومع إصرارها قرر العم الإبقاء على زوجته والتخلص من أبناء أخيه ولخوفه من عتاب ولوم الناس له لتفريطه في أبناء أخيه إذا ما طردهم من بيته هداه تفكيره الشيطاني إلى حمل أطفال أخيه ووضعهما أحياء داخل مقبرة العائلة التي يرقد فيها جثمان أمهما وأبيهما ثم أغلق المقبرة عليهما ولكن القدرة الإلهية وعمل أخيه الصالح وزوجته جعلته لا ينتبه إلى فتحة صغيرة تركها في غفلة منه فكانت تلك الفجوة المتروكة سهوا هي الحياة للطفلين ومصدر الهواء والتنفس لهما ومضت أربعة أيام قبل أن يكتشف أحد أمرهما حتى قدمت جنازة في مقبرة مجاورة وبعد انتهاء مراسم الدفن سمع الناس أصوات أطفال يتحدثون ويلهون فظلوا يبحثون عن مصدر الصوت حتى وجدوا الطفلين في القبر فأخرجوهما وتولت الجهات المسؤولة العناية بهما ثم تم القبض على العم المجرم وسألوه عن سبب جريمته ولماذا لم يضعهما بملجأ للأيتام فلم يجب ثم سألوا الطفلة كيف عاشت مع أخيها أربعة أيام دون طعام أو شراب فتحدثت الطفلة بكلام يحرك القلوب ويسر في العروق ويجمد الدم حين قالت كانت هناك شجرة مثمرة من جميع أنواع الفاكهة وكنت أقطف منها حين أجوع ظل الحاضرون يرددون الشهادة والتسبيح لأوقات طويلة ويقولون هذه قدرة الرحمن ومعجزاته وعظمته بفضل تقوى الوالدين أرسل جنوده وملائكته إلى القبر لإنقاذ أرواح بريئة لا تعرف الشر وتقدمت أكثر من خمسين عائلة لأخذ هذين الطفلين للاعتناء بهما وتربيتهم أفضل تربية فقبل الحكم عليه بالسجن قام بتطليق زوجته وأخبر الجميع أنها من أشارت عليه بطرد أبناء أخيه فنبذها الجميع حتى أهلها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رجل صالح مؤمن بإرادة الله وقدره بعد ثلاث سنوات من زواجه لم تأتي إرادة الله له أن يكون أباً رغم عدم وجود موانع صحية له ولزوجته ويشاء الله أن يتوفى شقيقه وزوجته في حادث مرورية تاركين طفلاً عمره عامين فيقوم بكفالة ابن أخيه ولا اعتناء به عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح رأس يتيم أو يتيمة لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات وقد تعلق قلب العم وزوجته بالطفل تعلقاً شديداً واعتبراه ابناً حقيقياً لهما وبعد عام واحد جاءت إرادة الله ورزق الزوج بطفل من صلبه وكادت الفرحة لا تسعه هو وزوجته وقرر عدم التفرقة في المعاملة بين الطفلين واستمر هذا الحال حتى أصبح الطفلان شباباً وكان متحابين ومتفاهمين فيما بينهما وفي يوم من الأيام ذهب الرجل وزوجته لزيارة أحد الأصدقاء وبعد عودتهما إلى المنزل وجد ابنهما يبكي ووجهه ملطخ بالدماء فغضب الأب وزوجته بعد علمهما بأن ابن عمه هو من فعل به هذا وحاول أن يعرف السبب من ابنهما ولكن دون جدوى فقرر طرد ابن العم من المنزل وأخرجاه بعد تجريحه وإهانته وطلب منه عدم العودة إلى المنزل فخرج الشاب والدموع تملأ عينيه والحزن يسيطر على قلبه وأصبح يمشي بالشوارع والأزقة لعله يجد ما يأكله وفي الليل يعود لحديقة المنزل ليقضي ليلته فيها لعل عمه أو زوجته يشفق عليه وظل ثلاثة أيام على هذا الحال خلال هذه الفترة وفي خطة الجمعة سمع الابن من الخطيب تفسير قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وعلم أن الذي يقطع الأرحام يستحق لعنة الله فبكى كثيرا وأغلق عليه غرفته بعدما عاد من المسجد وفي المساء سمع الزوجان ابنهما يبكي بصوت مرتفع فدخل عليه واحتضناه وسألاه عن سبب بكائه فقال لهما والله ما يبكيني إلا حالة أخي وليس ابن عمي فكلما نظرت إليه وهو بالحديقة ليلا والحزن يملأ وجهه يزيد عذابي وألمي حيث أشعر بأنني قد قطعت رحمي عندما أخفيت عليكم حقيقة سبب ضربه لي وبقوة لقد كنت أتحدث معه وأثناء حديثي تمنيت لك الموت يا أبي أو مكروها يصيبك كي أنعم بثروتك فغضب مني وضربني دون رحمة وهو يقول مت أنت وترك لي أبي وكررها كثيرا ثم بكى لي وقال لي إن مات أبي سأموت معه فأنا أحبه أكثر من نفسي دهش الأب مما يسمعه من ابنه وذهب مسرعا إلى الحديقة وهو ينادي والدموع في عينيه أين أنت يا بني فلما وصل إليه وجده يعاني من البرد والجوع فأسعى هو وزوجته وحملاه إلى غرفته وقام بثدفئته وإطعامه وبعد قليل فوج أبي الأبي يقبله ويرتمي بين أحضانه ويعتدر له فابتسم ابن أخيه وأول ما قام به هو الذهاب مسرعا إلى ابن عمه يعتدر له ويطمئن عليه وفوجئ الوالدان بابنهما ينهض من على سريره معافا تماما فضمهما الأب بين ذراعيه وقال لابن أخيه بعفوك عني عفى الله عني وأتم الشفاء لأخيك وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا بين أسوار الجامعة وقبل أن تتخرج سلمة من كلية الأداب تزوجت عرفيا من صديقها الذي يسبقها في الدراسة بعام والذي لم يكن قادر ماديا على تجهيز شقته وبعد عامين من الزواج فاجأها زوجها بخبر أسعد صدرها وقلبها لأن مشكلتهما قد حلت حيث سيسافر بعد أسبوعين للعمل في الخارج براتب كبير يعود بعدها ليعلن زواجهما احتفل الزوجان معا في أحد الفنادق بهذه المناسبة السعيدة ولتكون هذه الليلة هي ليلة الوداع الجميلة المليئة بالحب والعاطفة سافر الزوج وبعد شهرين وفيما هي تحمل شهادتها الجامعية في يدها كان الجنين يتحرك في أحشائها بينما الزوج تحلق به الطائرة في طريقه إلى إحدى الدول الخليجية تمر الأيام بطيئة والزوج المسافر لم يرسل عنوانه أو دعوة لتسافر إليه كما وعدها لقد اختفى تماما حتى أهله لا يعلمون مكانه الأيام تمر والجنين يكبر وبطنها يتمدد والفضيحة باتت مؤكدة ماذا تفعل سلمة؟ لقد أصبحت في موقف لم تفكر فيه إطلاقا وأصبح الحل الوحيد أمامها حتى لا ينكشف أمرها هو الإجهاض لكن ليس عن طريق الطبيب أو مستشفى حتى لا تسأل عن الزوج أولي الأمر لذلك حاولت إجهاض نفسها من خلال الوصفات الشعبية فأصيبت بنزيف حاد وماتت في بيتها وأمام والديها وإخوتها الذين غابوا عن فكرها لحظة إقدامه على الزواج العرفي لقد أخفت عنهم زواجها وحملها ولكن الآن بعد موتها عرفوا أن ابنتهم قد جلبت لهم العار حتى ولو علموا أنها متزوجة عرفيا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير في كثير من الأحيان يكون العائق المادي سببا في رفض الأهل للشاب الذي تحبه الفتاة لذلك أقنع أسامة زميلته في العمل مروى بأن يتزوج عرفيا قبل أن يضيع شبابهما وأحلى أيام عمرهما في انتظار الفرج وعزز كلامه بأن هناك منزلا كبيرا قد ورثته أسرته ولكن هناك قضية في المحاكم بشأن إثبات حقه في الميراث وأن الحكم مضمون ولكن المسألة مسألة وقت لأن حبال المحاكم طويلة ووعدها بأنه عندما تحسم المسألة سيكون في يده مئات الألوف من الجنيهات وساعتها سيتقدم مرة أخرى وسيشتري لها شقة بإسمها وقد شعرت في عينيه بصدق شديد وحب مريح وتم الزواج العرفي ومر عامان وهما يعيشان كالأزواج إلى أن صدر حكم المحكمة ولم يكن في صالح أسامة لذلك أخبر زوجته بما حدث وقال لها أنها في حل من هذا الزواج لأنه لا يملك إلا قوت يومه فقط ولن يقبله أهلها بأي حال من الأحوال ولأنها فقدت عذريتها فقد وعدها بمساعدتها لإصطح هذا الأمر وتم الإنفصال وبعد فترة تقدم لمروى أحد أقارب والدتها للزواج فاتصلت بزوجها السابق حتى يفي بوعده ولكنه تملص منها إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم فاضطرت إلى مصاحبة صديقة لها كانت قد باحت لها بسرها فذهب إلى أحد الأطباء في غير أوقات العيادة الرسمية وهناك فوجئت بما لم تكن تتخيله من هذا الإنسان الذي لا يمكن أن يكون طبيبا لقد وافق على إجراء العملية ولكن بشرط أن يمارس معها قبل أن يجري هذه العملية وعندما ثارت ثورة عارمة قال لها لماذا تتورين؟ والواضح أنك فعلت ذلك من قبل فما الذي يضيرك من مرة ثانية؟ خرجت مروى تبكي وفوجئت بأن صديقتها قالت لها أنها توقعت ذلك لأنها سمعت أن بعض الأطباء مع دوم الضمير يطلبون ذلك قبل إجراء هذه العمليات لأنها عملية تزيف ومن يقبل التزيف يقبل أي شيء آخر أصيبت مروى بكابوس بعد التعرض لهذا الموقف وندمت أشد الندم لاستعجالها بالزواج العرفي ولعدم التحلي بالصبر ولأنها تعلقت بالعريس الجديد ولم تكن على استعداد لأن تخسره جلست معه وأخبرته بزواجها العرفي من قبل والذي دام لعامين فقال لها العريس الجديد بعد أن تمالك أعصابه كل ما أستطيع أن أعيدك به لأننا أقارب هو عدم إفشاء هذا السر للأبد ولكنني لن أكون الزوج الثاني أبداً لأي فتاة إنها مسألة مبدأ عندي ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء